أحبائي أعزائي كل سنة وأنتم بخير كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب هذه السنة بتكون خير لجميع أنواع الناس أول شيء لأمتنا العربية بعدين للعالم كله لأنه ما في أحلى من السلام وما في أحلى من الطمؤنينة وما في أحلى من الروح الحلوة ويا رب أنت عكل شيء قدير تعطينا هيك لأنه ادايقنا داء نفسنا هالأيام اللي عم نعيشها يعني ما بعرف صعب كتير صعب ما بلاقي زمن صعب ونحن نعيش بالأمل لأنه توصيف الأمل يعني هو النور الحقيقي الذي ينير لك الحياة حتى نهايتها ومنشوف أنه يعني الإنسان يعني من خلال نحن ما سمعنا القدامى والأغاني أنا بالأمل أسهر الليالي ما ليش أمل يا حبيبي فيك لأنه الأمل بيعطي حافز للروح على الجيهتين أما أنت ناطو أما إذا إجاك يا سلام بيكون شيء كتير جميل ورائع ونحن دائما حب الخير لأخيك كما تحب لنفسك أنا إنسان مثلي مثلك أيها الإنسان أتمنى لك السعادة لما بنتمنى لبعض الله بيبعتلنا كلنا ما نمزق بعض ولا نحصد بعض ولا ولا وإن شاء الله بيكون عام جميل كتير من خلال هذا الكلام شفت أنا على بعض يعني تلفزيونات دورتيك محطات عالمية طبعا نحن تلفزيوناتنا العربية كانت مخزي فعلا بالنسبة للحفلات يعني شيء شيء مضحك وسألت نفسي يا ترى على أيام القدماء على أيام هدول الجهابزي على أيام هدول الفلاسفي الموسيقى بالتلحين بالمغنى كانوا يعملوا حفلات راس سيني ولما كانت دارجة ما بعرف أو هدول كيف كانوا يغنوا هيك لأنه شفت حفلات راس سيني ما فيها مطرب يعني فيطبول وزمور ما في غير زميمير وخبيط والطريب هذا الخبيط ليحقنا إلى النهاية يعني راس سيني ما راس سيني أول سيني ما تاري هذا ما بعرف هذا صار الأكسجين تبع المجتمع والفلتان هذا الله يجيرناه كل سيني بالنسبة للفن وأسوأ ديروا بالكم أسوأ بكثير كل سيني بيطلع لنا شيء أسوأ لذلك دائما نستجير اللهم أجرنا من الأعظم ويعني شيء مقلق مقلق بعدين بتشوف شغلات أنه الناس الناس حلا أنا حضرت بأوروبا مرة في ألمانيا بفرانكفورت ومرة بباريس رأس السنة يعني كنت تشوف السماء عم تضوي يعني هالأضوية هالشهب النار يعني فعلا أنه تزين الدنيا أنه في شيء دخل جديد عليه أما نحن يعني ما بعرف ما بينقال بس أنا بدي يسألهم للناس أول شيء الله يسعد جميع الناس يا رب ما في أحلى من الفرح وعا تفكروا أنه الفرح يسعد الروح يحرك كل شيء بالجسد والأحزان كلنا قادمين علي الأحزان ما فيها مفر لكن أدبى فيك أيها الإنسان في راح ضمن الفرح الحقيقي في غنيل العظيم فريد الأطرش رحمه الله بتذكر بيقول بقلبي يا بجروح بيقول في القلبي نار وجراح صابر عليها ازاي أبكي على اللي راح ولا على اللي جاي في القلب نار وجراح طيب أنا إذا بكيت علي راح راح أبكي على اللي جاي ما بعرف شو اللي جاي شو فرقت من آخر السنة لدخول أول سنة هل اتغيرت الساعة هل اتغير الزمان هل اتغير دوران الأرض شو ما الأيام أيام والوقت ووقت والشمس مكانه والأمر والنجوم كله مكانه شو اللي عم يتغير لذلك ما في أحلى من الفرح شفت بعض الناس أو العوائل عاملين طاولة ببيتهم بتهز التاريخ شاف شوية على التلفزيون وبعدين حط ما يشتهي وأكلوا مبسطوا بقلب بيتهم مملكي وشفنا ناس انقطعوا بالسيارات وشفنا ناس عملوا حادث بالسيارات وشفنا العشوائيات طبعا أنا هاي بكتير يعني اعتبرى تخلف هدول اللي بيطلقوا العيارات النارية الحقيقية انه هذا بيطلع يبينزل على سيارة بيكسرها يا واحد على البرندة بيقتلوه يا واحد بيكسر بلوره يعني هذا شيء مؤذي يعني هادي مو للفرح هذا ونحن في أمتنا العربية ما عدنا بفهمنا احنا براس سنة منقوص وبالعراس منقوص وزد قاتلنا منقوص يعني ما عم نفهم هاللغة نحن شو هاي اللغة هذا شيء معيب فعلا فاليوم أما الفرح إذا كان بمعنى الفرح اسم الفرح جميل كتير وأهلا وسهلا من رأس السنة والله مع السنة اللي راح هي اللي راح نحن ما السنة ما عم تبرد لأيام الساتة زاتة الأكسجين السامة تغير الماء الساتة زاتة لما بتروح السنة نحن اللي عم بتروح من أعمارنا والناس ما بعرف يمكن تكون ملت أو ضاجت أو ظروفة سيئة بيقلك أنا بدي روح فرفش بدي روح مبسيط طبعا كل واحد من حقه لأنه الحرية ما في أسمن منه ولا في أجمل منه أبدا أبدا بس ألتلكم يعني أي شيء بيزيد عن حده بيصير ضده أي شيء بيزيد عن حده بيصير ضده أما الفرح العيناء الجميل اللباس الأنيم الأكل الطيب هذي مزايا الدنيا وهذي من جمال الدنيا الله دخيله سبحانه وتعالى بيحبك أيها العبد أيها الإنسان بيكرمك بس أنت بدأ تكون كمان إنك تكون كويس بده يعطيك والله بيعطي كل الناس أبي ميز لكن نحن اللي بنتفوق واحد أفضل من التاني بأعمالنا أعمالك هي اللي بتعطيك هالنقاط وبتعطيك كل ما في ذلك بالأمر نتمنى إن شاء الله إنه هاي السنة جديدة بتكون يعني حلوة ملونة تكون قوس خزح تكون رائحة جميلة الناس هالمتدايقين هيك بينفرجوا شوي يعني لأنه صار فيه بالعالم العربي مثل ما عابشوف أنا صار فيه ديق هيك فيه فيه كماش بالذات عند الناس لأنه أنا قديت عمري تقريبا عاملت كذا رأس سني مو هيك كان رأس السني كان الفرح على أوجه الناس كان العالم كله مبسوطة الشوارع جميلة السيارات مزينة البيوت الإنسان أي شي بيلاقيه بيلاقيه بيشتريه مبسوط أما اليوم هيك عم حس فيه ضغط هيك على الناس الله يرزق العالم يا رب وإن شاء الله إلنا جميعا لأنه حب الخير لأخيك كما تحب لنفسك نتمنى عالمنا العربي محبي للعالم كله أنا كعربي أتمنى على أمتنا العربية قاطبة كون بخير وبازدهار وكون حب بعضنا هذا اللي منطلبه كل إنسان يجب أن يطلبه بس أول شي الإنسان يجب أن يعرف ذاته أنه اللي بيعرف نفسه بيعرف ربه وبالأخير يا حبايب أفيني لكم غير جميعا اللي عبي يشوفنا والما عم يشوفنا صديقنا واللي ما بدوا ينا كلكم على راسي وكلكم أنا وقناتنا والاستاذ عمار منقلكم كل عام وكل يوم وكل ساعة أنتم بخير وألف شكر وأهلا موسيقى ترجمة نانسي قنقر